السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض ومدارس الوطن العربي مرحبا بكم طلاب الأعزاء في يوم جديد يوم الاثنين لنتذكر سويا مفهوم عملية القسمة القسمة عملية توزيع بالتساوي عملية توزيع بالتساوي بالتساوي توزيع بالتساوي أكيد أنك لم تنسى شكل إشارة القسمة انظر إلى شكلها الجميل واكتبه بشكل مرتب أعزاء الطلاب لنتذكر سويا أجزاء عملية القسمة هيا بنا نعم المقسوم والمقسوم عليه والناتج لننظر إلى المسألة التالية عشرة تقسيم خمسة يساوي اثنان العدد الأول عشرة واسمه المقسوم العدد الثاني خمسة واسمه المقسوم عليه والعدد الأخير بعد إشارة اليساوي يسمى الناتج دائما هيا يا بطل هل تستطيع إيجاد ناتج القسمة لما يلي من خلال الرسم؟ نعم إنه سهل وبسيط ستة عشر تقسيم أربعة يساوي الناتج غير موجود ولكن من خلال الرسم أستطيع إيجاد الناتج سنقوم برسم أربعة مجموعات لأنني سأوزع ستة عشر على أربعة مجموعات هكذا أقول سأقسم ستة عشر على أربعة مجموعات هيا بنا لدي هنا أربعة مجموعات سأقوم بتوزيع ستة عشر عنصرا على أربعة مجموعات لنرسم سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر وستة عشر يكفي لأن لدي ستة عشر عنصرا قمت بتوزيعي الستة عشر عنصرا على أربعة مجموعات بالتساوي على كم عنصر حصلت كل مجموعة نعم أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن الناتج هنا يساوي أربعة ستة عشر تقسيم أربعة يساوي أربعة فالقسمة عكس الضرب القسمة عكس الضرب وسنتعرف إلى هذه العلاقة فيما يلي في دروس متقدمة لننظر سويا إلى المسألة التالية ثمانية عشر تقسيم ثلاثة يساوي لنصل إلى ناتج القسمة من خلال الرسم أكيد عرفنا كم مجموعة سنرسم كم مجموعة سنرسم نعم ثلاثة ثلاثة مجموعات وسأوزع عليها ثمانية عشر عنصرا بالتساوي سأقسم الثمانية عشر هيا يا ثمانية عشر سأقوم بتقسيمك على ثلاثة مجموعات لدي هنا ثلاث مجموعات سأقسم الثمانية عشر عليها بالتساوي هيا لنقسم سويا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر الى ان انهي الثمانية عشر لقد انهيت الثمانية عشر عنصرا على ثلاث مجموعات بالتساوي الناتج سيكون عدد العناصر في المجموعة الواحدة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة لدي هنا ستة عناصر في المجموعة الواحدة اذا الاجابة ستكون ثمانية عشر تقسيم ثلاثة يساوي ستة ثمانية عشر تقسيم ثلاثة يساوي ستة فالقسمة عكس الضرب علاقتهما عكسية ثمانية عشر تقسيم ثلاثة يساوي ستة واستطيع ان اقول ستة ضرب ثلاثة تساوي ثمانية عشر للتأكد من حلية صحيح وسنتعرف على علاقة القسمة والضرب في دروس لاحقة ومن خلال الرسم التالي قمت بإيجاد الناتج لعملية القسمة التالية أوزع أقسم ثمانية عشر عنصر على ثلاث مجموعات بالتساوي دائما دائما عندما أرسم أقسم العدد الكبير على عدد المجموعات المعطاة لي لأجد الناتج في المجموعة الواحدة لأجد الناتج في المجموعة الواحدة والآن عزيزي الطالب قم بإيجاد ناتج القسمة لما يلي من خلال الرسم على دفترك وبخط جميل ومرتب وبحل صحيح عشرون تقسيم خمسة يساوي الناتج سيكون لدي من خلال الرسم سأقوم بتقسيم عشرون عنصرا على خمسة مجموعات أرسم خمسة مجموعات ووزع العشرون عليها بالتساوي حتى تنهيها وانظر كم عنصرا داخل كل مجموعة وسيكون هذا هو ناتج القسمة لما يلي أيضا قم بحل صفحات الكتاب أربع وسبعون وخمسة وسبعون وستة وسبعون وسبعة وسبعون أتمنى لك التوفيق في حياتك وفي جميع مراحل حياتك عزيزي الطالب فأنت طالب مشتهد ستبقى في الأمام وتتقدم وتتقدم حتى تصل لأعلى المراتب إن شاء الله أشكركم وانتظروني في درس ضاحق